موسيقى مساء النور والغزالة الجانيت من شاء الله تكونوا الاخر و باخر مساء التروج مساء البيض مساء الراحة والحب والحنان ان شاء الله ياربي والتمأنان ياربي ياربي اشخباركم كل شيء اما الله مرحبوا بكم هذا شمار ميزو الجديد هيا سلام شوفوا يوجد كهبي كهيمة هذه نهارات سيدة نهارات الاصرة هذا الراحة المناثل و الجميع سبحانته بيضة يجعل ايامكم كلها حب وطمئنان ستنفع وان شاء الله حربي لديكم سوف نحضر الغزالة موضوع الغزالة أتكلم خفيفة ضريفة باش نعدل معكم تيز كيك وعشي وخفيفة نجمع فيها نتحكو فيها شي شوية خليت البيسكويت كيف ملاحظوه خليت هاد الفخيز تاوديلو في باكي دي سان فلانتين كي بيعوك تقعني في مقارنة مع البرح والبرح والبرحتين يعني أعطوه القيمة كثير في هذا النهار هادا كذلك خليت الديفلون اللي غادي نديرهم كادي ساق لربما ما صوب شي حاجة اخرى هنا اخديت هاد اللي تلي تلي بنوعد لبات لي غادي نصوب بهم عشي واجي خاطيرا البنات خليكم إن شاء الله دابنلوح لكم لوسا دي هاد اللي تلي تلي اللي غا نصوبهم هنا خديت لك خيم شانتي سكرى هادي كامدان سكرى اللي غا نمونت بها التيز كيك هادي لك خيم شانتي عادية دي الطياب اللي غا نصوب بها لي تلي تلي باش ما نخرق لكم شلم راحي نخليوا كذلك الزبدة اكيد لغندير بها لبازلولا هذي لجيلاتين فيجيتال ماشي حيوانية يعني حلل واخر حاجة اخذت هذي الفقوماج هذة لحلا بلاد الفيا بالنسبة للناس اللي في المغرب يديروا فقط الكيغي او اللي في تونس و الجزائر مصر فقط الجبل العادي فالغضاء التي نتمنى ان شاء الله هذيك الحب بكم بالحب والهانة وصف القلوب يا ربي يحيد انها ربي البغض وشا نقولكم الناس الخيبة اللي قلبها كحلو اللي قلبها خيب اه يا عمر بالحب وبالهنا وبرحت البال ويبغي المحبة والخير للغيره ان شاء الله يا ربي المهم باش منطول شاليكم اول حاجة غدي مدوبوش نساوبولا بازلين اللي هو بيسكويت اللي اخذت وتحمتو اللي هتشكلها ذاكي كبتحضو رقيق 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 انا الباكي كانت في نصف كيلو اللي اخذت فقط النصف ديال اللي هي ميتين وخمسين جرام ديال بيسكويت يمكن لكم تعودوا بصابلين مثل في المغرب اولا اه هذك بيسكويت مريا اللي كيكون ديال الشامل توقي يجي غزال غزال اولا هي غني سوك يعطي لقو زوين بزار بالنسبة للزبدة فانا كانت عندي باكي دي ميتين وخمسين جرام فاخذت فقط النصف ديالها اللي هي مية وخمس وعشرين جرام بالضبط انا حيث على حسب انو عدي بيسكويت كاللي كي تشرب كاللي كي ياخد ضغياء كي تشرب الزبدة ضغياء كي تشد في هديك الزبدة وكاين اللي كي يكون بيسكويت ناشف فانا بالضبط اه حتى جيت مية وثلاثين جرام بالضبط يعني ما زلت عليكم ما نقص على حسب بيسكويت وما دوبوا مية وخمس وعشرين جرام بالنسبة ل مية وخمسين جرام بالبيسكويت وغتشوفوا انكم ميزالكم فهنا كي غتلاحظوا يعني مية كيش لكم لا فوغم هاكا عرفوا بي انه راها نجحت معكم ولابات راها واجدها على اساس بش مونتها فكيف ملاحظوا بالضبط مية وثلاثين جرام ديال الزبدة اللي دوبت فهي اللي استعبتها كاملة فهنا انا خديت هاد اللي مول هذا اللي غادي نوريكم عندي صراحة المول على شكل القلب ولكن بواتش نديروه لانه غادي عددني ما كيتحلش من تحت فاخديت فقط هذا الضاير كي يجي صراحة انته هو سهل وكل شي عنده يعني باش ما نصعبش الامور على الجامع فيمكن لكم تصديروه بالنسبة ماشي فقط هيل الايد الحب ولهذا فهذا غايد صراحة انا ماشي كان اعترف بهذا الايد الحب ولهذا لان الحمد لله المحبة تكون على دور الحياة يعني حب الولدين حب الاخوات والاحباب والزوج والاولاد يعني المحبة دايما دايما اللي كيبغيك راي بغيك دي ما وانما كيبغيك شروخة ما عشلوه دي لراه عمرو ما غادي بغيك اهم حاجة هي انكم تجمعوه وتحكوه وساختوه ما هاد الاجواء هادي راه لوحد كيقلبهي فاش يفرح وفاش يخلق جو السعادة بسا في الغزالة ديالي راه كشتول كيفاش بركت على ضغط على البسكويته شد لاباس ديالو هنا اخديت الفخيز كان عندي كونجوليت قريبة نسكيلو ديال الفخيز دي هو غاستعملو باش ندير بيه السيغو باش ندير اللباز الفقانية اللي غا نديرو مع الجيلاتين ولباز تحتانية غا ناخد فقط اذك تاخد ديالو اللي انتو ما غا تلاحضوه والفخي يعني الفخيز طري اللي انا اخديت غا نحتافت بيه للتزيين كيف ما غا تلاحضو معيه في الفيديو هنا كدلك خديت الجيلاتين يجوج وريقات ديال الجيلاتين ديتون في الماء بارد وهنا غا مشي باش نمونتي معاكم لاك خيم شانتي كيف قلت لكم هاد لاك خيم شانتي رفيها نسكيلو وديجا سيكري يعني قليتارها ديجا في السكر اللي غا ما غا نحتاج ندير معا ووالو من السكر غادي نحاول منطهم زيان فمن احسن انكم دلو خمسمائة مينيلي ديت كلها حيث انا درت ربعمية واحتفت بالمياه ولكن في الاخرى نيزتها يعني ما انا قلتها نقولها لكم هاكا في الفيديو باش اجيكم الطبقة تكون عالية فاصفي هنا يا من بعد ما اطربت خمسمائة مينيلي ديت خمزيان ديال لك خيم وزت عليها باكة دير فخوماش فيلا ديل في مئتين قرام متو ما يمكن لكم ديرو تمنيات ديال كيغي او للجوب العادي فاصفي هنا السيرو ديالي من بعد ما اطلق كيف ما كتلاحظوا فحاوت نساعده بالمولينكس يعني اه تحن تغي شوية شوية هاكا باش يطلق لي ضغياء ضغياء يعني انا را خديت معا اخدت معا تقريبا عشان نطقي خبر صوت هاد هاد الشيز كايك مع على فيديو مع كل شي يعني راح ساهلة مهلا بالنسبة اللي بغا تديرها وتفرح رجلها ولوليداتها ولوليدها وللتخدي الفخيز فانزتو على الكخيم كيف ما كتلاحظو معايا هنا يا صافي بعد ما منطيتو شي شوية فهنا اه ساعدتي بهاد الملعقة عادية باش جمعتو وتأكد بانه راه اه شد فرسون زيان هنا بنسبة الفخيز اخديت هاداك الفخيز اللي وريتكم اللون يعني العادي قطعتهم شرائحة لها تشكل هيدا اه اللي غادي نستفهم في الجوانيب قبل مندير الكخيم في الوسط فصراحة نحنا جربناها كما بغاش يلسق لنا ولكن الحمدلله معي يا اسمين كيف دي ما مسكينا والافكار دياله قلت لي ماما لما بغوش هكي لسقولك عادي شنو الحل وضي لها كخيم ديري شوية للفخيز من تحت قتلاحظو معايا هنا قد ليو عادي السقو بالفعل كانت فكرة دياله جدا رائعة ما شاء الله عليا يعني دي ما افكارها كتساعدني فيهم اه سعفين بعد ما لسقناهم هكذا بغندا نضيف لك خيم ديالنا كيف كتلاحظو هكا فلوس يعني ونحاولو ندهنو بشوية بشوية ما نضغطوش يعني تخليها باش بقشات دا القوام ديالها حتي اصلا في الاخير كت نضرب هدك المول مع الارض الوق كي يشد يشد لك فرم دياله بوحديته يعني ما تنبغش نبرك عليها باش تبقى العلو ديالها باين اصلا في دا بغضي نحاول نشتلها لفرم وننغطي كذلك الفخيز حتى هو ملفوق باش ما يبقاش باين يعني كل شي جيد موضح وباين معكم في الفيديو حاولت انا عارف اني كان بغي يعني نفسر كاني بعد الاخوات اللي ما تفهمش لكم منبقى اللولة يعني كتبغي اللي تفسري لها اكتر واكتر فاصل فينا نحاول نقضي لفرم باش ما تقليش ش بلاس عوجات طالعا نازلة باش ما يقدر يسيرو كي يجيك يرطل كل شي ما كيبانش دي فرمي هذه اهم حاجة اهم حاجة انك تقضيهم يكونوا كاملين قياس واحد ما يكون ش بلاسة طالعا بلاسة نازلة باش هكا كيش تلك لفرم كل كيف ما كتلاحظونا المهم ها هو هنا بعد ما قدنا همزي هان يعني كيف ما لحتوه كيبانش غطيتها بفخيز حاولت ما امكن امكان مسحت هاد الجوانب هادو باش ما يبقىوش هكا في هما ذاك البيوضة سفي هنا غادي ندوز السيرو كيبانش دي شد راسو غادي نزيد عليها كيبانش دي شد راسو غادي نزيد عليها كيبانش دي جيلاتين دينا سوف نحاول ندفي غيش شوية سيرو غيش شوية سيرو غيش شوية باش سلقنا لجيلاتين زين لانه بردات ماذا بالبرت غياء بردات السيرو يعني غين ندفي غيش شوية سوف نرجع معكم سوف احضر فيه هنا يا ها هو انا لاني ادفيته يعني مبقىش الجيلاتين بين فها داو في حتا هو سيرو دي ها هو وارا هو واجد اه اه انا كي قلتكم في الوراني ما نشاري السكر يعني هي السكر اللي درت في اللول فقط هو اللي بيه باش غلابي باش تقليسيرو يعني ماس شالي يسيرو باش شالي قاسكر كذلك بنسبة للا كرام فخاش و الجبل فانا ماس شاليهم بس فاني هاي اسكر حيبها جالا كرام فخاش اندي حلوة فسافي غنديلوها الطريقة هادي كي كتلاحظو وغادي نحاو نخلي باش يشد لفهم ديالو ويشد راسو ديك الساعات نزوقوها وندروها في تلاجة خليوا بحال دبانا صابتها ليلا قبل ما نحطها في الفيديو نحط في طلاجة ثورة يا كماما وفالا البنات enjoyable بشبتها من بعد ما نتجبتها قريبا ساعتين بقداما ناصب دوزة تساعد لما كانت اللاجان بعد دخلتها لقنجلة بش ندراسها مزيان وخرجتها هي باش نوريها لكم كذلك نوريكم هي كتجي فلا بفرم باش نحطها لكم على بكري بنسبة الأخوات اللي بغين يحتفلوا وباقين ما صوح تشي حاجة فهدي ما قدرها جد سهلة وما كتدروها شف الفراد بفيها لبيت لطقيق لتشي حاجة وكتجي جيدة رائعة ولديدة كيف ما اقول لكم أنا راه يلا جبتها ألغم ما خليتها الوقت الكافي ديلها فقط باش نشاركها معكم على بكري غادي تشوفوها كيف كيجي لتخونج كيف كتبان كتجي جيدة رائعة والله البنت غا تجربوها وما غاديش أنا متأكدة أنها غا تعجبكم بزف وما غاديش ندموح لأنكم تساوبتوها فجربوها وردو علي الخبار كيف دي مفتاح اللي قدي لكم اي فوالا شا كيف جات جات تبارك الله حاليا زوينة فالفيديو ديل هاد نار وهذا البنات نتمنى ينوني لنا الإعجاب دي لكم واعجبكم كيف ما اعجبني حتى أنا ما تنسونيش كيف دي مفتاح اللي قد زوينة دي لكم تختجوا هاد الفيديو مع جعلة فامي دي لكم وصحبكم وشكرا واسلام عليكم الى الفيديو الجاية ان شاء الله ولصفها الجاية ان شاء الله يا ربي نتمنى تكون لكم الإعجاب دي لكم هاد جيس كاكا جي جيد رائعة وبردة وهذا وقتها نتمنى لكم تجربوها وشكرا لكم بون سوالانتين شكرا لكم